عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي لقاء لمتابعة عدد من ملفات عمل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وخلال اللقاء أكد رئيس مجلس الوزراء الأهمية البالغة التي توليها الدولة لملف التعليم والتعليم الفني على وجه الخصوص لافتا إلى الحرص على التوسع في تطبيق النماذج التعليمية المختلفة مثل تجربة المدارس المصرية اليابانية ومدارس النيل المصرية الدولية وغيرها وذلك من خلال التعاون مع القطاع الخاص هذا وتم خلال لقاء استعراض جهود وزارة التربية والتعليم في النهوض بالعملية التعليمية وبخاصة الإجراءات المتخذة لتنفيذ عدد من توصيات البنك الدولي في تقريره عن نظام التعليم العام في مصر والمتضمن توسيع نتاق الموارد ليشمل التعليم الابتدائي